بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المسالين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قالوا سبحانك لنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم أهلا ومرحبا بكم في دورة إدارة السلامة وصحة المحنية أوشة معكم الدكتور محمد حسنين المععد السعودي المتخصص العالي للتدريب المحاضرة الأولى طبعا زي ما احنا كلنا عارفين إن العنصر البشري هو الثروة الحقيقية والمحور الأساسي للإنتاج في جميع مواقع العمل أي مكان عمل يحتوي على أجهزة وأدوات وآلات ضخمة ومهما بلغت درجة تطور هذه الآلات وتعقدها فستكون غير مفيدة بدون وجود العنصر البشري فالعقل البشري هو الذي يحركها ويوظفها ويقوم بعملية الصيانة فالعقل البشري له أهمية كبيرة لذلك لابد من العدل والإنصاف أن تتوافر له ظروف العمل الآمنة والكفيلة لحمايته حتى تتحقق له درجة من السلامة والصحة المهنية وبالتالي ينعكس على زيادة الإنتاج وفي هذه الدورة سنتناول إدارة السلامة والصحة المهنية وسوف نتطرق فيها إلى المعايير أوشة للسلامة والصحة المهنية ومن المتعرفة أن هذه المعايير معايير عالمي أولا مفهوم إدارة السلامة والصحة المهنية تعرف إدارة السلامة والصحة المهنية على أنها تلك الإدارة التي تقع عليها مسؤوليات وواجبات الإدارة من توجيه وتخطيط وتنفيذ ومتابعة كل ما يتعلق بالأمن والسلامة المهنية في المؤسسة أو المنشآت ووضع القواعد والتعليمات الفنية لضمان سلامة العاملين والممتلكات البيئية ووضع استراتيجية سواء في برامج التدريب أو التسقيف والوعي التي يمكن من خلالها الارتقاء بمستوى أداء العاملين يعني بمعنى صح نقدر نقول عليها إدارة السلامة والصحة المهنية بيكون الهدف بتاعة توفير بيئة عمل آمنة وصحية للحفاظ على سلاس مقومات أساسية اللي هي الإنتاج والإنسان والآلة وضمان خلق جو من السلامة والطمأنينة لحماية العنصر البشر لنسوء الصحة المهنية يؤدي إلى انخفاض القدرة على العمل وقد يسبب خصائر اقتصادية أحيانا تصل من عشر إلى عشرين في المية يبدأ مفهوم السلامة والصحة المهنية ببساطة خالص مفهوم الصحة المهنية نقدر نقول عليه هي سلامة العامل من أي ضرر قد يصيبه بسبب مزاولة للمهنة التي يمارسها يعني أي خطر يصيب العامل أثناء مزاولة للعمل أثناء مزاولة للمهنة التي يمارسها يبدأ اسمها بنسميها سلامة العامل أو الصحة المهنية سلامة العامل من أي ضرر قد يصيبه أثناء مزولته للمهنة التي مرسها زي مثلا الكادر الصحي وهما بيعملوا في الزل أزمة الكورونا الحالية فمثلا يعتبر إصابتهم تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا كعدوى من المرضى اللي هما بحكم المهنة فدي لازم أحافظ على سلامتهم دي بنسميها الصحة المهنية أهداف التصقيف الصحي في مجال الصحة المهنية أول هدف معرفة أنواع الأمراض والحوادث المهنية الهدف الثاني معرفة أسباب حوادث العمل وصبل الوقاية سبب الثالث معرفة كيف يمكن أن تؤثر ممارسات العمل المختلفة على صحة العملاء والزملاء وغيرهم معرفة العمليات المناسبة للمحافظة على بيئة عمل صحية معرفة كيف يمكن أن يؤثر أسلوب الحياة والسلوك على الصحة معرفة الترق الحديثة في التصقيف الصحي معرفة القيم النفسية والثقافية والدينية والأخلاقية التي يمكن أن تؤثر على قدرة العاملين في مكان العمل حول بيئة العمل والوقاية من الأمراض والحوادث المهنية والسيطرة عليها دول أهداف التصقيف الصحي في مجال الصحة المهنية دوافع الاهتمام بإدارة السلامة والصحة المهنية ليه كل المنشآت بتهتم بإدارة السلامة والصحة المهنية تدعو الحاجة للاهتمام بإدارة السلامة والصحة المهنية نظراً للأعتبارات التالية رقم واحد الأعتبار الإنساني يعد العامل الإنساني أهم سبب يدعو إلى ضرورة الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية نظرا للإصابات والأمراض التي تلحق بالعامل والتي تسبب له الألم والمعاناة بسبب الآثار الجسدية والنفسية والاجتماعية المترتبع عنها أهم دوافع الاهتمام بدر السلام والصحة المهنية الاعتبار الإنساني لأن العنصر الإنساني أو العنصر البشري هو أهم وعنصر من عناصر المؤسسة الاعتبار الاقتصادي يترتب عن الحوادث المهنية أثار عديدة تؤدي لانخفاض انتاجية المؤسسة ارتفاع تكاليف التشغيل المباشر وغير مباشر مما يؤثر سلبا على الكفاءة الانتاجية في المؤسسة وعلى ربحيتها وهو ما ينعكس سلبا على الاقتصادي الوطني يبدون أسباب أو دوافع الاهتمام بإدارة السلام والصحة المهنية اعتبار الإنسان واعتبار اقتصادي متطلبات إدارة السلام والصحة المهنية أربع متطلبات رقم واحد التخطيط رقم اثنين العمليات والتطبيق رقم ثلاثة الفحص والتصحيح رقم أربعة التحسين المستمر يبدون متطلبات إدارة السلام والصحة المهنية أربع متطلبات رقم واحد التخطيط رقم اثنين العمليات والتطبيق رقم ثلاثة الفحص والتصحيح رقم أربعة التحسين المستمر أولا التخطيط يتضمن التخطيط تحديد مصادر الخطر اللي بتعرض لها العامل في عمله وتقييم الخطر الناتج والتحكم فيه وكذلك تحديد المتطلبات القانونية ومتطلبات الأخرى مطلقة به بالصحة والسلامة المهنية وتحديثها بشكل مستمر وكذلك المحافظة على الأهداف المطلقة بالسلامة والصحة المهنية بالنسبة لكل وظيفة ومستوى داخل المؤسسة رقم 2 العمليات والتطبيق وتتضمن كافة الأدوار والمسئوليات والصلاحيات التي يقوم بها الأشخاص من أجل إدارة وتنفيذ الأنشطة التي تؤثر على السلامة والصحة المهنية في المؤسسة والمتعلقة بالاستشارة والاتصال والتوثيق والتدريب والوعي والكفاءة والاستعداد والاستجابة للطورة يبقى العمليات والتطبيق كافة الأدوار والمسئوليات والصلاحيات لكل دور داخل المؤسسة لأدوار ومسئوليات من أجل إدارة وتنفيذ الأنشطة التي لها تأثير على السلامة والصحة المهنية في المؤسسة رقم 3 الفحص والتصحيح طبعا الفحص والتصحيح التي نسميها عملية الرقابة فعملية الرقابة لازم يكون في معايير للقياسة وتضمن تحديد مقاييس الأداء التي تعمل على مراقبة الانسجام عبرها من إدارة السلامة والصحة المهنية وكذلك تحديد مقاييس الأداء التي تعمل على مراقبة الحوادث وتسجيل البانات ونتائج المراقبة وقياس الفاعلية في تحليل الأفعال الوقائية بالإضافة لاكتشاف معالجة الحوادث وحالات عدم أطرافه وإكمال الأفعال التصحيحية والوقائية والتأكيد على فعليتها عملية الفحص والتصحيح بيكون الهدف منها اكتشاف الانحرافات أو اكتشاف الأخطاء في إدارة السلامة والصحة المهنية داخل المؤسسة ككل والعمل على تصحيحها اللي احنا بنسميها رقابة وقائية رقم أربعة التحسين المستمر ويعني القيام بتدريب العاملين والتحسين المستمر لقدراتهم وذلك لتأهلهم وزيادة معرفتهم في مجال السلامة والصحة المهنية وتظهر إجراءات التحسينات المسمرة في سياسة السلامة والصحة المهنية من خلال إعادة النظر في المتطلبات العامة ومن خلال التغذية العكسية وبكده تنتهي محاضرة اليوم شكرا لحسن استماعكم ونلقاكم في المحاضرة القادمة إن شاء الله